اهلا بحضراتكم من جديد شفنا ما في الغربال وهزنا الهزة واكتشافنا اللي فيها لكن يبقى الكلام الكثير المهم بيه بعضمة لسانه نعم مش هو ده الاهلي لكن انت مين انت مين يالي انا مش شايفك انت مين عشان كل شوية مر الاهلي ملك الكرة المصرية ونموذج اوروبي ومرة الاهلي واقع والحقوه وادرته سيئة جدا مرة الاهلي هو النموذج اللي لازم ان الناس يمشي عليه ومرة الاهلي هو اللي بيهدر الاموال هو نفس الشخص فانت معودناش عارفين انت مين بالزبط لكن من ناحية الاهلي مش هو اه الاهلي مش هو احنا قلنا لكم وكلامنا للعيبة لانه مش الاهلي وهنا فكرة الموضوعية الاهلي مع مستر مستماني اخر خمس ماتشاط الخمس ماتشاط دول يعني خمستاشر نقطة في الخمستاشر نقطة مستر بيتسو مستماني خد ست نقاط ده كلام لاي او بلاش بيتسر بيتسو مستماني لانه لعيبة النادي الاهلي لانه اللعيبة هاي المستمرة لما لعيبة النادي الاهلي تاخد ست نقاط من خمستاشر نقطة من خمستاشر نقطة يبقى فيه حاجة غلط لما نفس اللعيبة مع كابتن سامي ومصان ومباراة اخيرة مع ريكاردو سوارش خمس ماتشاط برضو ياخدوا تمان نقطة من خمستاشر نقطة برضو مش هما لما اجمع الاتنين على بعض يعني اخر عشر ماتشاط يا كابتن اخر عشر ماتشاط قوامهم 30 نقطة فرقة النادي الاهلي البطل تاخد من الثلاثين نقطة 14 نقطة دي كارسة ده حصاد كارسي لا يليق ابدا ويفسر ليه سبب الهزة والغضبة 14 من 30 حضرتك سائط 14 من 30 تعيد السنة انت تحت النص تحت الخمستاشر ده كلام لا يليق عشان نبدأ نراجع نفسينا ونقدر نعترف ان انا مش انا اه ده مش الاهلي وده حصاد لا يليق بالنادي الاهلي ولا يليق بفريق بطل ولا يليق بفريق واخد بطولة افريقيا مرتين ولعب فينال ثلاث سنين على التوالي صحيح انه في مفارقة عجيبة في خضم الخمس ماتشاط بتوع مستر بيتسو موسماني اخر خمس ماتشاط له في الدوري انت عملت مباراة هايلة جدا زهابا وايابا مع وفاق السطيف الجزائري وروحت فاينال افريقي هنا كانت العلامة علامة الاستفام والتعجب ان الفريق اللي بيفقد هذا النقاط بسهولة في الدوري المحلي بيكسر الدنيا في افريقي بيكسب وفاق السطيف ويعمل ماتشين جندين جدا ولو لقى الظروف الطبيعية في الفاينال مع الوداد ولعب بعيدا عن الدر البيضة ما كانش هيبه صعب عليه ياخده البطولة ده كان بيعكس اهتمام خاص من ميستر بيتسو موسماني بالبطولة الافريقية في مقابل اهمال واضح جدا منه لقيمة المسابقة المحلية كانت واضحة جدا في الاهتمام بقرية المنافسين والتعرف على الفرق اللي بيلعبها وتجهيز لعبته افضل ما يكون وده قلناه حتى في المقارنة ما بين الاهل الافريقي والاهل المحلي في وقتها لكن اما وانا الامور وصلت لعشر ماتشاط احنا بنقيم عشر ماتشاط زي ما نهون سعاد لأشار وانا ساعتها ما كنتش لعبت عدد الماتشاط دي عشان يظهر لهذا الفارق بس العشر ماتشاط فيهم الماتشين الهزيمة الافريقية يعني مش كله في الدوري لا لا العشرة دوري انا بكلمك عن عشرة دوري عشرة دوري بكلمك على نقاط الدوري طبعا 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 اخذ اربعتاشر نقطة من اخر تلاتين نقطة في الدوري انا عندي مشكلة عندي مشكلة الجهاز يتعامل معها اللعيبة تراجع نفسها تبدأ تحسب حساباتها مهما كانت الظروف والاجهات كل الاسباب الموضوعية موجودة بس النتيجة ما تبقاش كده المحصلة ما تبقاش كده أفد خلى ده انه ناس كتيرة قوي ارأها تجاه الاهل متقلبة وغريبة وعجيبة وتقريبا تحول جزري واحد من دول الكابتن احمد حسان ميدو كابتن ميدو عرضنا له فيديوهات كتيرة اشهدنا به كتير وانتقدناه كتير وغضبنا منه كتير ولومناه كتير واتفقنا معه كتير واعترضنا عليه كتير وهنتفع معه وهنعترض عليه طول ما هو بيقدي مؤكد ان رأيه هيبقى عرضة للاتفاق والاختلاف وفقا لوجهة نظرنا في التقييم الموضوعي مش للمصلحة الاهلي على فكرة هو لو قال الاهلي غلط بموضوعية هنتفق معه لانه رحم الله امرئن اهدى الي عيوبي لا لو قال دلوقتي الاهلي مش هو الاهلي بتاع الاول شوفوا الاسباب ماشي لكن ان الاهلي في حكمه مطلق كده ايوه ها الذي كان ويشيد به يعني ما تقدرش تطلق حكمه مطلق عن النادي الاهلي لكن تقول اللي من دول هو بوعكة اي مش بخير ها مش بخير اللي من دول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة